السلام عليكم تعالوا نعمل النهاردة انه تلال اقتصادية بما ان الاسعار بتاعتها بقت مستفزة مش هشتريها منبرة تاني وانتو كمان عملو كده عملوها في البيت وبطروا انكوا تشتريها منبرة هتلاقوها سهلة وسريعة وجميلة جدا وطعموها بجد في منتهى اللزازة يلا نشوف هنعملها ازاي بس ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكو وكمان تشتركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة واعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد اول حاجة هنكون محضرين نص كباية من المياه السخنة المغلية طبعا وحضيف عليهم كباية كبيرة كده من السكر البودرة الاكواب المعيرية بساعة 250 جرام نفس معيار الكوب الموجود في كل بيت الكوب الشاي الشفاف لو ما عندكوش يعني الاكواب المعيرية دي دلوقتي هضيف كمان كباية من الحليب البودرة وحضيف كمان معلقة كبيرة كده من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة يعني تكون طرية المكونات دي حطناها لبعضها علشان نعمل مع بعض الحليب المكسف في البيت مش معقولة هنستخدم حليب مكسف في النوتيلة ونقول عليها اقتصادية عشان طبعا لو اشترينا الحليب المكسف من بره هيكون غالي جدا فاحنا عملناه مع بعض كده بطريقة بسيطة وكمان مكونات اقتصادية جدا وارخيص كمان هنقلب كويس جدا كده لغاية ما نوصل للقوام ده قوام كده يكون ممزوج كويس زي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى قبل ما نستخدمه النوتيلة لازم نسيبه شوية يبرد في التلاجة تقريبا كده من ساعة لساعتين لغاية ما يوصل للقوام ده اي حد بقى كان حابب بيشوف طريقة حليب مكسف فدي احسن واجمل طريقة للحليب المكسف تقدروا تستخدموه في اي حاجة تاني تحتفظوا بيه في بطرمون كده وتحطوه في التلاجة وهيكون معاكم زي الفل هنستخدم من النوتيلة بتاعتنا النهاردة 3 مكونات بس اول حاجة هناخد من الحليب المكسف كوباية واحدة هناخد منه كوباية بساعة 250 جرام عشان نستخدمها في النوتيلة بتاعت النهاردة النهاردة يعتبر فيه وصفتين في الفيديو وصفة حليب مكسف ووصفة نوتيلة الوصفتين اجمل من بعض فجربوهم هنا بقى بعد ما اخدت كوباية من الحليب المكسف هضيف كمان ربع كوباية من الزيت استخدمت برضو الاكواب المايارية دي ودلوقتي هضيف نص كوباية من الكاكاوي يعني تقريبا مع لقتين كوبار كده مليانين هرميين عشان يبقوا معينا نص كوباية من الكاكاوي وهنزل بيهم كده على باقي المكونات الكاكاوي اللي انا استخدمته كاكاوي خام غير محلة حاولوا تستخدمه نوع كويس يكون طعم حلو علشان ده بيفرق جدا في طعم النوتيل بتاعتنا عشان طبعا مش هنضف لها ايه الشوكولاتة فحنا معتمدين في الطعم على الكاكاوي انا بستخدمها النوع الاسباني ده بالنسبالي افضل نوع للكاكاوي دلوقتي بقى قلبتهم كويس جدا كده بالمضرب وهنزلهم في الكبة او ممكن كمان تنزلهم في الخلاط وتضربهم شوية كده لغاية ما يبقى قوامهم كريمي محتاجيني ان هي تبقى مليانة هوا عشان تبقى كريمية وطعمها حلو في الاخر وكمان بيديها تقول يعني كل ما بندربها اكتر كل ما بتدقل اكتر شايفين كده طبعا قبل ما تدخل التلاجة بيكون قوامها بالشكل ده حاوليه لكو اكتر وانا بصبه كده في البولة شايفين القوام قوامها حلوة قوي وكمان الزيت اللي احنا استخدناها ده هلمعة حلوة ولونها فاتح كده علشان الكاكاوي لانا استخدماها مش غامق قوي انتو كمان لو حابين ان انتو تخلوها باللون ده هاتو الكاكاوي ما يكونش غامق شايفين لونها حلو وفيها هلمعة جميلة جدا دلوقتي بقى هنجهز بطرموه ان يكون غسلينه كويس وسايبينه يتصفه وبعد كده بنشفه من اي مية ما يكونش فيه اي مية عشان نحافظ على نوتلة بتاعتنا لأطول وقت ممكن يعني وهغطيه وادخله التلاجة انا سيبته ساعة واحدة بس وهتشوفوا القوام معي قوام تقيل وحلو وقوي وكريمي كده وبجد طعمها حلوة اوه هيعجب كبار وصغيرين عايزاكم تجربوا الطريقة دي وبس كده عايزا اقولكم بقى في اخر الفيديو ان الدعم الحقيقي للقناة انكم تعملوا الشراك وتعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد شايفين الحكاية بسيطة ازاي فيالله بقى اعملوا كده وانا معاكم في التعليقات لو حابين تكتبوا لي وصفات نعملها مع بعض الاسبوع ده فياريت انا معاكم هردح لكل التعليقات واستنوا ان شاء الله الوصف الجاية بكرة ودمدم في حفظ الله ورعايته مع السلامة